اكيد مباراة الاهل وبيرامدز لو بنتكلم على تفاصيلها وكواليسها كل المباراة الاخيرة سواء نهاية كاس مصر امام بيرامدز اللي تلعب على استاد القاهرة مباراة الاهل وبيرامدز اللي تلعبت سوبر في الامارات كل المباراة دي الحمد لله الاهل منتصر فيها على بيرامدز الناس تسأل وتقول من اللي عليه ضغطة اكتر الفرقتين اكيد عاملين حساب بعض ولكن طبقا للغة الارقام وطبقا لعدد المباراة المتبقية بيرامدز عليه ضغطة اكتر ليه؟ اولا نتائجه الفترة الاخيرة مع الاهل مش في صالحه بيخسر خسر بطولات من الاهل مش خسر مباراة ده خسر بطولات تتكلم في نهاية كاس ومباراة سوبر فعلى المستوى الرسمي كبطولات بيرامدز بيخسر من الاهل بطولات على المستوى الفني في الملعب بيرامدز محتاج المكسب اكتر من الاهل لان بيرامدز آه عنده دلوقتي 8 و 6 نقطة والأهل عنده 57 نقطة ولكن زي ما قلت لحضراتكم بيرامدز متبقي له 7 مباراة الأهل متبقي له 11 مباراة فبالتالي انت هنا اللعبة مش في إيدك أو القرار مش في إيدك هتفضل مستني نتائج مباراة الأهل لغاية ما يخلص كل مباراة الدوري فبالطبع أي فريق عايز يحسم الدوري مبكرا وما يستناش لفكرة لعبة الأرقام ولغة الأرقام ولعبة اللغة رتمات أكيد عايز يحسم في الملعب فمن هنا بيجي الضغط الفني والضغط النفسي على الفريق اللي عايز يكسب وياخد 3 نقاط سواء لما يلعب الأهل يوم 12 أو لما يلعب الأهل يوم 22 وبالتالي مطشي بالجمعة هيكون مطش اللي أهدى في الأعصاب واللي أهدى في سير المباراة واللي هيقدر ياخد المبادرة بشكل إيجابي جدا هو اللي هيقدر يحسم المباراة بشكل كويس جدا أتمنى بإذن الله يكون النادي الأهلي جاهز بشكل كويس جدا لهذه الموقعة اللي بالتأكيد بأن أتمنى يكون فيها اكتمال للصفوف لسه هنسأل ونشوف موقف بيرستاو موقف بعض اللعيبة ممكن يلعبه ولا لأ في لعيبة رياحة المباراة الأخيرة كولر أكيد هيدخلها في قايمة مباراة بيرامدز بعدما يتمرن النهاردة وبقرة فكل التفاصيل دي أكيد هنعرفها بقى في الأيام اللي جاية ولكن بأكد لحضراتكم بإذن الله نادي الأهلي يكون في أتم الجاهزية لأخوض هذا اللقاء اللي بتمنى إن شاء الله بإذن الله يكون فيه عدد جماهير لا يقل عن 30 ألف مشجع لمسندة الفريق في هذا اللقاء الهام جدا